بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم بقناة تفسير احلام والركيا الشرعية النهاردة هنتكلم عن خمس اجالات لو شفنا ان احنا بنتناولهم في المنام من الرموز المباشرة بقدوم اموال وبقدوم صروة بسمع خبر سعيد بزواج بزرية اول رؤية معنا او اول رمز هو رؤية البيض المسلوق رؤية البيض المسلوق في المنام من الرموز المباشرة ببداية حياة جديدة لانرائي هتكون فيها خير وهتكون فيها صلاح لأحواله كمان رؤية البيض المسلوق من الرموز اللي بتطل على قرب الفرج كمان من الرموز اللي بتطل على التيثير في امور الرأي خاصة في اموره المالية كمان لو كان بيسعى لعمل وشاف انه بيتناول لبيض مسلوق فبشره ليه بحصوله على فرصة عمل مرموكة وكمان هتعود بمنفع اعلي كمان البيض المسلوق من الرموز المباشرة ببيق الحمل للمرأة المتزوجة فمن الرموز المباشرة لها ببيق الحمل و بقدوم زرية كمان البيض المسلوق من الرموز المباشرة بالزواج فلو شاف الرجل انه بيتناول لبيض المسلوق وكان غير مدازوفك فبشره ليه بالزواج من فتاة جميلة وكمان من فتاة سرية كمان الفتاة العزباء ما تشوف برضو ان هي بتتناول لبيض المسلوق فبردو من الرموز المباشرة لها بالزواج من الشخص الميسور الحل كمان الرجل لما يشوف انه بيتناول البيض فبشره ليه بمال وبرزق وكمان بقدوم خير بشكل عام في حياته برضو لما يشوف انه بيحمل طبق او بيحمل سلة فيها البيض فدي من الرموز اللي بتطلع على تحقيق أمنيات وتحقيق أحلام للرأي الرأية التانية او الأكلة التانية لما يشوف الشخص المقصرات المقصرات بشكل عام في المنام اي نوع من المقصرات او يشوف انه بتناول أكتر من نوع فبردو من الرموز اللي بتدل على رفاهية وعلى تحسن في حالة الرأي المادية بشكل كبير كمان من الرموز اللي بتدل على انه هيحصل على أموال وأموال كتير كمان من الرموز المباشرة ليه بالغنى كمان رؤية المقصرات برضو من الرموز اللي بتدل على قضاء حاجة كمان على زيادة في الأرباح وسيادة في المكاسب كمان الفتاة العزباء المتشوف انها بتتناول المقصرات بدون الأشرف أبشرة بتحقيق أمنيات وبتحقيق أحلام كانت بتسعى عليها كمان أكل المقصرات من الرموز اللي بتدل على حظ سعيد وكمان على قدوم أخبار سارة أو أخبار سعيدة كمان المرأة المتزوجة لما تشوف أنها بتاخد مقصرات من زوجها فده حب ومواد ده بينها وبين زوجها كمان رؤية المقصرات للمرأة المتزوجة بشرة لها بالحمل القريب كمان أكل المقصرات برضو من الرموز المباشرة للرجل الأعزب بالزواج من فتاة صلحة ومن فتاة على خلق الرمز اللي بعد كده أو الأكلة الثالثة هي رؤية الرمون لما شوف الشخص أنه بياكل رمون في المنام أو أنه بيشتريه برضو من الرموز المباشرة بتيسير في أموره وخصوصا في موضوع الرزق كمان من الرموز المباشرة ليه بحصوله على مكاسب أو تحقيقه أرباح وتحقيقه مكاسب كبيرة وزيادة في رزقه كمان بشارة بسعادة وبفرحة وبسرور كمان من الرموز المباشرة بتحقيق رغبات أو بتحقيق شيء كان الرأي بيرغبه كمان شراء التفاح من شراء الرمون برضو من الرموز اللي بتدل على النجاح وعلى زيادة في الرزق وكمان على عمل لو كان الرأي بيسعى ليه أعمل لو شخص مريض وشاف أنه بياكل الرمون فبشارة ليه بالشفاء وبالتعفي كمان أكل الرمون ويشوف الشخص أنه طعمه حلو فبشارة بمال ومال حلال هيحصل عليه الرأي كمان الرمون برضو من الرموز اللي بتدل على سماع أخبار كويسة لإنرائي وهيشعر بيها أو بسبب الخبر ده هيشعر بالسعادة كمان من الرموز اللي بتدل على نجاحه في عمله كمان حصوله على منصب أو حصوله على مكانه كمان لو كان هو مهموم أو عنده مشاكل فمن الرموز برضو المبشرة بزوال المشاكل الرؤية الرابعة أو الأكلة الرابعة هي رؤية التلاتين اللاشوكي رؤية التلاتين اللاشوكي في المنام من الرموز اللي بتدل على حصول الرأي على رزق وعلى رزق كان منتظر أو كان هو منتظره كمان أحيانا بتدل على شراء أو امتلاكه شيء يعني سمين ممكن شراء بيت أو عقار أو سيارة كمان أحيانا لو كان الرأي طالب فبشارة ليه بين النجاح يمكن بعد اجتهاده أو بعد يعني عناء شوية كمان التلاتين اللاشوكي من الرموز المبشرة بقدوم خير وبقدوم رزق بعد سعي وكمان بشارة بالنجاح كمان من الرموز اللي بتدل على برقة وعلى مكاسب وعلى أرباح بعد عمل وبعد جهد واجتهاد كمان التلاتين الشوكي لما شوف الرأي إن هو متأشر قدامه فده رزق ومال ونجاح بدون دعب وبدون مجهود كمان التلاتين الشوكي برضو من الرموز المبشرة للتاجر بتحقيقه نجاح وبتحقيقه أرباح ومكاسب برضو بعد عمل وبعد اجتهاد منه كمان التلاتين الشوكي برضو من الرموز اللي بتدل على تخطي صعوب وتخطي عقبات للرأي بشكل عام الرأية اللي بعد كده أو الرمز اللي بعد كده هي رؤية الطماطم الطماطم برضو من الرموز المبشرة بقدوم أموال بقدوم رزق كمان من الرموز المبشرة بالزواج وبالنجاح كمان لما يشوف الشخص قدامه حقل مليان بالطماطم فده رزق رزق كتير هيحصل عليه أو هيكون قادم له في الفترة المقبلة كمان الطماطم برضو من الرموز اللي بتدل على تحقيق أمنياته وكمان على انتهاء خلافات وانتهاء مشحنات للرأي لما يشوف الشخص انه بياكل طماطم وكان هو مريض في الواقع فمن الرموز اللي بتدل على شفاقه كمان الطماطم المطبوخة برضو من الرموز اللي بتدل على نجاح وتحقيق إنجازات للشخص شجرة الطماطم بشارة بفرحة وبخير وبفرج قريب كمان سنديء المليانة طماطم بشارة براحة وبسكينة كمان أكل الطماطم بشارة بزوال للهموم وخروج الرأي من نديقة أو من أزمة كمان تغيير في ظروف الرأي الأفضل وليه الأحسن عصير الطماطم بشارة بفرحة وبسعادة وبانتهاء مشحنات أو انتهاء مشاكل سواء مع الأهل أو مع أصدقاء كمان من الرموز اللي بتدل على تيسير في أمور الرأي وحصوله على خير وكمان على بركة دول كده كانوا خمس أكلات أو خمس حاجات لو شفنا نحن بنشتريها في المنام أو اللي احنا بنقولها فنبشر بقدوم رزق وكمان بتحقيق أمنيات وبزوالهم بتمنى إن يكون الفيديو عجبكم لو في أي استفسار أو سؤال اكتبوا لي تحت وانا ان شاء الله هردت عليكم بشكركم جدا وشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع السلام اشتركوا في القناة